موسيقى قالت مصادر بالأقاليم الجنوبية أن مجموعة من الشبان أقدمت على إغلاق طريق من وإلى المعبر الحدودي بالقرقرات حيث قام هؤلاء بنصب بعض الخيام بالمنطقة وبحث بداية المصادر فإن الأمر يتعلق ببعض النشطاء الموالين لجبات البوليثارو الإنفصالية احتجاجا على اعتذام رالي إيكورايث المرور عبر معبر القرقرات مشيرة إلى أن المجموعة قدمت رسالة لباتة الأمم المتحدة المتواجدة بالمنطقة ويأتي ذلك في وقت يرتقب أن يجتذر رالي إيكورايث معبر القرقرات في طريق نحو مريطانيا يوم الاثنين المقبل بحث بما أعلن المنظمون وتهديد جبات البوليثارو في رسالة بعثتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريث ورئيس البعث الأممي المنورثو كولين ستورت باستخدام جميع الوسائل للرد على عذم الرالي المرور عبر هذا المعبر الذي وصفته بالتغرى الغير القانونية وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريث قد حذر في تقارير سابقة رفعها إلى مجلس الأمنة من الاحتجاجات والتوترات التي يشهدها معبر القرقرات وأشار إلى أن باعتة المنورثو تواصل مراقبة الوضع عند المعبرة من خلال ذوريات يومية لبعض المراقبين لافتا إلى أن الباعتة تدخلت في عدة مناثبات للحد من هذه التوترات وعلى إثر ذلك أوفدت باعتة الأمم المتحدة في الثهراء المنورثو أفرادا تابعين لها إلى المعبرة ووفقا لمصادر محلية فقد أوفدت الباعتة الأممية وحدة مكونة من سيرتين لعين المكان للوقوف على الأوضاع هناك حيث دخلت في مفاوضاتنا مع المحتجين قد ضاح الحالة الوضع وتجنب مزيد من التصعيد وكان مجموعة من النشطاء الموالين لجبهة البوليساريو قد قاموا اليوم الثبت بإغلاق الطريقة المؤدية إلى المعبر الحدودية القرقرات وذلك للاحتجاج على اعتزام رالي إيكورايث المرور عبر المعبر في تجاه موريتانيا يشار إلى أن المشاركين في السباق رالي إيكورايث قد حلوا بمدينة الثمارة قبل أن يوصلوا اليوم الثبت طريقهم في تجاه مدينة الداخلة ومن المرتقب أن يتوقف السباق ليوم واحد غدا الأحد على أن ينطلق صوب معبر القرقرات في طريق نحو موريتانيا بعد غدنا الاثنين في تقييم لخطتهم الطريقة ليستبعد الجزائريون تمكين أصدقاء القوات المسلحة المغربية من ثواريخ طاد الأمريكية ويتحدث مصدر عن تسريب حدث يؤكد أن حليفا خليجيا للمغرب قد يكون زود أو سيزود المغرب قريبا بهذا الصاروخ الأمريكية وأن من المهم إبداء الرغبة مع الرئيس الجديد باستبعاد أي ثوتر حدودي بين البلدين وأن على الأطراف الخليجية عدم تمويل مواجهة استبعدها المراقبون ويحاول الأمريكيون إخمادها في المهدي بضغوط أخيرة موجهة ضد المغرب والجسائر على حد ثواء ورفضت البوليسار ورسالة أمريكية مباشرة إلى إبراهيم غالي بخصوص إعادة النظر في قراراته الأخيرة ويسعى المسؤول الأول في جباس البوليسار الانفصالية إلى جعلها قرارات تنظيمية في المؤتمر الخامس عشر الذي أنعقد مؤخرا ويضف المصدر أن المغرب لم يكشف عن تزود بالصاروخ المذكورة لكنه كشف عن تفاصيل متقدمة لبرنامج تسليحية وهو يثير باتجاه المزيد من التعامل مع التقنية الأمريكية لكن الثواريخ بوند آخر فيما الجزائريون مقتنعون بوجود صاروخ طادة عند القوات المسلحة الملكية كيف يمكن لإيران أن تؤثر على توثع الشركات المغربية بإفريقيا؟ ارتفاع المبادلات التجارية بين إيران ومختلف الدول الإفريقية حيث تجاوزت المليار دولار هذه المبادلات مركزة غالبا في إفريقيا الغربية وخاصة في نيجيريا التي تعمل مع المغرب على مشروع أنبوب غذ جد استراتيجية للدولتين ولدول المنطقة لكن عندما نتتبع تحركات إيران في غرب إفريقيا وخاصة بنيجيريا يصدح لنا أنها بصدد إعادة النموذج اللبنانية بنيجيريا والذي يتمثل في خلق فرعين تابع لها إيدولوجيا يمكنها من التفوق تجاريا لربح صفقات تجارية أو سياسية لصالح أهدافها كيف ذلك؟ تتوفر إيران حاليا على أكثر من 25 ثانوية شمال نيجيريا تابعة لمؤسسة إيرانية عريقة تستقبل هذه الثانويات ثانويا حوالي 10 ألاف طالب وطالبة مسلم ومسلمة مدارس مهندسين في نيجيريا ممولة من طرف إيران يتم منح المهندسين والطلاب المتفوقين منحا ماليا لإتمام الدراسة بإيران ولبنان والتعمق في المذهب الشيعي يشترط على الطلاب العائدين من إيران ولبنان مساعدة إيران على نشر المذهب الشيعي في نيجيريا تنشط مجموعة من الخيريات تابعة لإيران في المناطق المنكوبة في نيجيريا وذات الثقافة المسلمة وتقدم مساعدات لثكانها إيران تدعم بشكل كبير الشيخ إبراهيم الزكزاقي قائد أكبر تجمع شيعية بنيجيريا وهي بصدد إنشاء حزب سياسية ينافس على الحكم مثل حزب الله اللبنانية آخر تقرير عن عدد اللبنانيين بنيجيريا يتحدث عن 30 ألف لبنانية يتحكمون في فروع النسيج والجلد والبلاستيكة بعضهم لا يخفون انتماءهم لحزب الله اللبنانية ومجموعة الذكذاقي ضبط سنة 2010 و2013 مجموعة من البواخر القادمة من إيران تتوفر على أسلحة مختلفة بنيجيريا في العموم هناك تنصيق عالي المستوى بين وزارة الاقتصاد وتجارة المخابرات فيلق القرص الإيرانية والإعلام الإيراني في جميع استراتيجيات التوسع التجارية الإيرانية الشركات المغربية عليها الأخذ بعين الاعتبار النفوذ الإيراني في مشاريعها القادمة بغرب إفريقيا حتى تكون مستعدة للتأقل مع تغييرات المنطقة من جهة ولتسم إعادة النظر من جهة أخرى في العلاقة بين المؤسسات العمومية المغربية والقطاع الخاص وصفت الجزائر في بيان أصدرته الخارجية الجزائرية أن قرار غامبيا فتح قنصلية بمدينة الداخلة هو عمل استفزاثي وخرق للقانون الدولية وأشر بيان الخارجية الجزائرية أن قرار غامبيا يشكل انتهاكا صارخا لمعايير القانون الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بمثألة الصحراء وأضافها البيان أن هذا العمل الاستفزاثي الذي يهدف إلى تقويد عملية تسوية مثألة الصحراء التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة ينتهك القواعد والمبادئ التي تحكم وضع الأقليم الغير المتمتعة بالحكم الداتية والحق الغير القابل للشعب الصحراوية في تقرير المصيرة وختم بيان الخارجية الجزائرية بأنه لا يمكن لهذا الناج أحد الجانب أن يشكك أو يعرقل عملية إنهاء الاستعمار الجارية في منطقة الصحراء من جهتها اعتبرت جبات البوليثارو الانفصالية أن افتتاح قنصلية عامة لذولة غامبيا بمدينة داخله وقرار بمثابة عدوان ثافرة وخرق للقانون التأثيثية للاتحاد الافريقي وقالت البوليثارو في بيان صدر عن وزارة خارجية أنه ستتخذ الموقف المناسب والقرارات الضرورية للرد على هذا القرار محملة حكومة بانغولما أثمه البيانة العواقب التي ستنجر عن هذا القرار ويأتي بيان البوليثارو مباشرة عقب الثدور بيان الخارجية الجزائرية للتنديد بافتتاح قنصلية افريقية بالأقاليم الجنوبية المغربية على هاميشي منافسة كاث إفريقي لكرة القدم داخل القاعة التي ستحتدن أطورها مدينة العيون في الفترة من 28 يناير إلى الثابع فبراير 2020 ستعقد اللجنة تنفيذية ولجنة الطوارئ التابعة للهيئة العليا للاتحاد الافريقية لكرة القدم اجتماعا هاما قرار الاجتماع بالعيون الذي اتخذ ثلاثاء الماضي بمدينة الغردق المثرية ستتم خلاله دراسة العديد من القضايا الثاخنة مثل تغيير تاريخ كاث إفريقيا 2020-2021 المقرر بالكاميرون وكذا تقيم مستوى استعدادات البلد لاستضافة المثابقة الأهم بالقرى الثمراء الاجتماع سيعرف مشاركة جميع أعضاء اللجنة التنفيذية يتقدمهم رئيس الكافة المرقاشية أحمد أحمد بمدينة العيونة بالأقالم الشنوبية